بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة إلى بني إسرائيل فعندما كبر عيسى وشب وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه بوحيه يقال أن عمره كان ثلاثين سنة عندما أنزل الله عز وجل عليه كتابه الإنجيل لأن شريعة موسى عليه السلام كانت هي الشريعة السائدة المطبقة قبل عيسى عليه السلام وهي التوراة منذ عهد موسى إلى عهد عيسى كان الحكم على بني إسرائيل في التوراة أو الصحف التي ينزلها الله عز وجل على بعض أنبيائه كما أنزل على داود الزبور وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا الله عز وجل ما أنزله عليه الشاهد أن الله أنزل على عيسى عليه السلام كتابه الإنجيل وهو يعتبر الآن كتاب جديد أنزل على نبي كذلك جديد بعث إلى بني إسرائيل لكن للأسف وهي عادة أقوام الأنبياء أنهم يواجهون بالتكذيب والتحريض والاستهزاء والسخرية والكفر بالله سبحانه وتعالى وبنبيه فهنا عيسى عليه السلام أراد أن يضمن عددا ولو كان قليلا فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن عيسى عليه السلام عندما أحس الكفر من بني إسرائيل فلما أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل قال من أنصاري إلى الله من الذين يؤيدوني وينصروني على دعوتي حتى أبلغها لقومي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الحواريون جمعوا حواري والحواري هو الناصر فالحواريون هم الذين ناصروا عيسى عليه السلام على دعوته ويقال أن عدد الحواريين 12 حواريا فقط يعني بعدد أشهر السنة 12 حواري فقط كانوا هم تلاميذ عيسى المقربين عنده يعني كما كان الصحابة رضي الله عنهم هم المقربون عند النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الحواريين هم المقربين عند عيسى كانوا تلاميذه كانوا أصحابه كانوا أنصاره بعد الله سبحانه وتعالى لذلك الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فآمن جزء قليل من بني إسرائيل منهم الحواريين بل هؤلاء الحواريون أيضاً كانوا يريدون شيئاً يرفع إيمانهم ويبرهن وأيضاً على صدق نبوة عيسى عليه السلام من هؤلاء؟ الحواريون القريبون من عيسى فذكر الله سبحانه وتعالى قصة المائدة في كتابه وهذه المائدة كانت بطلب من الحواريين فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ المائدة هي المعروفة كالطاولة أو المائدة المستديرة أو المستطيلة أو إلى خيره التي توضع المنضدة كما يسميها بعض الناس التي توضع عليها أصناف الطعام فهنا طلب الحواريون هذا الطلب من عيسى بهذه الصيغة هل يستطيع ربك؟ وهذا كلام طبعاً مذموم قال كيف تقولون هذا الكلام؟ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى فهذا كان طلب الحواريين بهذه الصفة لعيسى عليه السلام أن ينزل الله سبحانه وتعالى مائدة فهل نزلت هذه المائدة أو لا؟ سنعرف ذلك بعد هذا الفاصل فكونوا معنا الحمد لله وبعد حياكم الله حبتي المشاهدين أخواتي المشاهدات توقفنا قبل الفاصل بطلب أو عند طلب الحواريين من عيسى عليه السلام أن يطلب من الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء والمائدة هي الطاولة المعروفة التي توضع عليها أصناف الأطعمة والأشربة فقال لهم عيسى عليه السلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين كيف تطلبون من الله عز وجل هذا الطلب بهذه الصفة؟ لو أردتم شيئا تطلبونه بصفة أخرى لأن الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى للشيء أن يقول له كن فيكون ثم ماذا تريدون وأنتم تعلمون أنني نبي كريم مرسل من الله سبحانه وتعالى وعندي من المعجزات ما تعرفونها فقالوا له يا عيسى نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وتكون علينا من الشاهدين هذه المائدة تكون شاهدة على بني إسرائيل فقال لهم عيسى عليه السلام هنا دعا الله سبحانه وتعالى يعني تنحى عنهم ورفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى فقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فقال الله سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين اختلف العلماء طبعا في قصة المائدة هل أنزلها الله أو اكتفى الحواريون بهذا الكلام الرواية الأولى تقول أن الحواريون عندما سمعوا هذا الكلام أن الله سيعذبهم إذا أنزلها ولم يؤمنوا قالوا لا نكتفي يا عيسى لا نريد وخلص نحن آمننا بك هذا الرواية الأولى الرواية الثانية تقول بل الله سبحانه وتعالى أنزلها من السماء وكانت الملائكة تضلها بأجنيحتها وكانت كالغمام تنزل من السماء كالغيمة إلى أن استقرت أمامهم لأن الله عز وجل قال إيش في كتابه قال إني منزلها عليكم هذا أمر من الله أو إخبار من الله بالصدق الذي سيكون لكن الغريب أن قصة المائدة غير موجودة في العهد القديم ولا الجديد في كتب أهل الكتاب الشاهد أننا نصدق ما جاءنا في كلام الله سبحانه وتعالى أن الله أنزل عليهم مائدة من السماء وكانت لهم عيدا يعني أصبحت هذه المناسبة وهذا اليوم الذي أنزل الله عز وجل فيه المائدة عيدا عند النصارى لأن النصارى هم الذين ناصروا عيسى وهذا هو الاسم الصحيح أخواني أخواتي للمسيحيين اليوم الذين يسمونهم مسيحيين الاسم الصحيح هم نصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى كذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه المائدة معجزة كذلك لبني إسرائيل وكانت عيدا لأولهم ولآخرهم أيضا وأن الله سبحانه وتعالى سيعذب من يكفر بهذه المائدة بعد ذلك استمر عيسى عليه السلام في دعوة قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لكن هناك طرف آخر ما زال يصر على تكذيب عيسى عليه السلام وهم اليهود الذين كانوا من الأحبار والعلماء وغيرهم من السفهاء كانوا يكذبون عيسى ويتهمونه ويصرون بأنه ابن زنى وأنه لا بد أن يقتل هذا كان ديدا عند بني إسرائيل ومن اليهود خاصة أنهم كانوا يقتلون أنبياءهم وكانوا يكفرون بالله فليست غريبة عليهم فأراد اليهود أن يحرّضوا هذا الملك على قتل عيسى عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه وبكفرهم يعني اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما قتلوه اليهود أبدا هم أرادوا قتله لكن الله لم يمكنهم من ذلك سنذكر بإذن الله ختام قصة عيسى في الحلقة القادمة وماذا حصل في نهاية قصة عيسى التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه والصحيح من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر نبينا عن عيسى عليه السلام سنعرف ذلك بإذن الله في الحلقة القادمة فإلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة